في ضمان هل ممكن نضيفها إلى المحطات؟ الحقيقة هي المحطة ستة ضمان ضمان الضمان الأبدي هي محطة مهمة جدا علشان الواحد يقدر يعيش حياته وهو مش خايف الضمان الأبدي يعني إيه الضمان؟ يعني هل فيه واحد في الدنيا عارف هو رايح فين بعد ما يموت سؤال صعب صعب جدا الإجابة عليه أنا بعد ما موت أنا معرفش هروح فين أي واحد هيقول كده لكن هل أنا دلوقتي حاليا تقولي أنت بعد ما هتموتي هتروحي فين؟ هقولك هكون مع المسيح أنا عندي ضمان أبو بكر قال لا أأمن من مكر ربي حطيت رجل واحدة في الجنة والرجل التانية برا أنا ما أأمنش لازم أحط اللي اتنين جوه لحسن ألاقي نفسي نازل في التهلكة لأنا أتمنى غادر الله أو مكر الله فإزاي إزاي الإنسان يقدر يضمن هو رايح فين بعد ما يغمد عينيه هنا بصورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في لدوس نزلة بيقولك أنت هتروح على هتروح لو أنت عملت الصالحات وعملت آمنت وعملت الصالحات هتروح على الجنة لكن حاجة غريبة قوي إن في وقت ما هو يعني القرآن بيقول كده الرسول ما بيقولش كده الرسول بيقول والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله يعني هو بيقوله آمنوا وعملوا الصالحات همت وقعدين هو بيقول العكس محدش هيدخل الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قالوا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة برحمة منه وفضل فبالتالي طب هيك صارت أصعب يعني صار الأمر مجهول مبني للمجهول وبيضلوا كل واحد عايش على أمل وأنا من بعد ما عملت كل الصالحات داخل الجنة ولا مش داخل الجنة بطب معندش التأكيد إذا كان الرسول نفسه بيقول إن لم يتغمدني الله برحمته مش هدخل الرسول نعم طب أنا بقى أعمل إيه ده كان الرسول معصوم أنا في بعمل أخطاء وبعمل أسام والشيطان بيوسوس في ويدني وبعمل حاجات كويسة وبعمل حاجات وحشة وعايش حياتي عايش حياتي زي زي أي بني آدم عادي تخيل بقى أما بيقولك كده فيش حد ضمنها حدش يقدر يقول هو راح فين لكن شوف المسيح بقى بيقول إيه شوف كتاب وخدس بيقول إيه شوف كتاب وخدس بيقول بيزل شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع يعني ما فيش دينونة ما فيش بقى ولا ميزان حسنات ولا سيئات ولا ييجي واحد يقفلك ويقولك بقى أنت ربنا هيرضع عنك دخلك الجنة أنت حتى الحسنات بتاعتك كتير لا ربنا مش رضي عنك تفضل على النقل بيش الكلام ده شيء من الدينونة يعني الله الديان العادل الله الديان المخيف لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح والرب يسوع اتكلم قال الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامه ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة الذي يؤمن بالابن أي الرب يسوع له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله هل في شيء أوضح من هيك؟ تأكيد ضمان مية في المية اشتركوا في القناة